السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الحق سبحانه في سورة الحجر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ويقول سبحانه في سورة الشعراء كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال أهل اللغة والتفسير عن الفرق بين هذين اللفظين أن السياق في سورة الحجر يتحدث عن استمرار إرسال الرسل وتعاقبهم وذلك في قوله سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين فكان المناسب لها أن يأتي بالفعل المضارع نسلكه أما في آية الشعراء فالسياق يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وذلك في قوله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينَ والمتأمل لصورة الشعراء يجدها مليئة بالأحداث الماضية لذلك كان من المناسب أن يأتي بالفعل الماضي سلكناه بهذه اللطيفة نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم مع المزيد من اللطائف القرآنية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة